أحمد على البطولة متى تحسيت البطولة الشغف قل فيها؟ كنا نتابعها من الثمانيون الثمانيون وثمانين أنا أكبر منك ثمانيون وثمانين بديت تتابعها متى متى تتحبنا؟ إلا ترى تسعين نتعرض أن موجود الشغف فيها ثمانيون وثمانين إلى الألفين يمكن قبل آخر بطولتين وخاصة يمكن تأخر أكثر من مرة أنت أقام فصار أن الشغف ما هو زي أول فأعتقد الشغف لنا كمتابع أي الشغف والحدث الإعلامي أول المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي هم اللي قاعدين يسيدين على هذه البطولة لكن بعد خليجة نعش أعتقد يوم حققناها تتذكرت خليجة نعش؟ طبعا أكيد تتذكر ردة الفعل الفوز في البطولة وش كيف كانت؟ من المسؤولين والقيامة تقول اللي تضربني أفضل من كساسها أفضل من كساسها لأنها كانت تحدي أفضل من كساسها في أي جانب تحدي نوع من المسؤولين الحين لما يجيك يقول لك والله في مسؤولين دول الخليج يقول لكم الله ما تأخذ السعودية كساء الخليج اللي هو الكورة مربعة احنا قاعدين كاس أسيا متأهلي الكاس العالم متأهلي الكاس العالم 88 قاعدين كاس آسيا قال لما تصير كورة مربعة هذه دخلتنا تحت تحدي جينا من كاس العالم 94 شاركنا فيها يعني بعد تعد يعني كاس العالم أسهل من كاس الخليج متسفل لاحظة شوفني كاس قدمنا مستوى 94 صح تأهلنا درس 16 جينا لكاس الخليج آخر مبارات الكويت هي اللي حققنا لكاس الله يوم فزنا على الكويت حصلنا على كاس الله صارت الكورة مدورة صارت الكورة مدورة خلاص راحت ضغط حققناها مرة ثانية وثانية والله كانت أيام جميع